اكد اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية اكد على اهمية موصلة الدفع بمسارات تطوير القطاع الصحي وذلك من خلال اطلاق البرامج الرائدة والنوعية التي تصم في رفع جودة حياة الموطنين بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المنطقة المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الى ان مركز الجنم الوطني يمثل احد المشاريع المهمة والتي سيكون لها الاثر الايجابي على مستقبل الاجيال القادمة مؤكدا بان الغطاع الرياضي في البحرين سيكون احد الشركاء الرئيسيين في هذا المشروع واشاد سموه بالخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لتفعيل دور المركز تحقيقا للهداف التي اطلقت من اجلها هذه المبادرة الوطنية الرائدة ووجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جهاز التنفيذي في الهيئة العامة للرياضة لفتح افاق التعاون وتنسيق الجهود مع المعنيين في مركز الجنم الوطني بهدف المشاركة في هذا المشروع الوطني من خلال ادراج جميع اللاعبين والرياضيين للمشاركة في الفحوصات الجينية الخاصة بالمركز بالاضافة لدراسة جينات اللاعبين الموهبين والابطال السابقين وادراجها ضمن قواعد بيانات ومن ثم تحليلها وذلك للبحث عن ابطال المستقبل مما يسهم في تطوير الرياضة واكتشاف المواهب والعمل على سقلها استنادا الى نتائج التحاليل وبناء على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة فقد عقد سعادة الدكتور عبد الرحمن الصادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة اجتماعا مع السيدة امجاد غانم رئيس الفريق الوطني المعني بتنفيذ خطة الجينم الوطني رئيس مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة والفريق المرافق لها وذلك بهدف وضع خطة العمل المشترك بين الجانبين تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وتفعيل مشاركة المؤسسات الرياضية المختلفة في المملكة من اندية واتحادات وهيئات واللجان في مشروع الجينم الوطني حيث اتفق الجانبان على التعاون وموصلة عقد الاجتماعات وتحديد الآلية المناسبة التي تساهم في تحقيق الاهداف المشتركة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة